مساء الخير على كل المشاهدين النهاردة هقلوكو طريقة عمل صندوش البرجر بالكمون النهاردة يليكو صندوشات بس هقلوكو الطريقة بتاعتها هنقول جيب معلقة كبيرة كمون ونص معلقة صغيرة رقائج فلفل احمر مجفف وكيلو لحم غنم وملح وبصل احمر وحبة فلفل اخضر ومعلقة كبيرة زيت نباتي وحبة فلفل احمر وكوب زبادي وفصين توم وحنجيب واحدة خيارة ومكعبات هنقطعها وهنجيب باقت بايكو سبرة خضرة وحنجيب طبعا كيس الصندوش الخبز البرجر هنعمل بقى الصندوش هنجيب نطهن التوابل مع بعضها كلها وهنفرومها كويس مع بعض ونقلمها وحنجيب اللحمة هنحط نص التوابل بتاعتنا هنحطها على اللحمة وبعدين نعملها اقراس ونجيب مقلاية التيفال ونضح ريح الزيت ندهنها بس كده بزي ونقل الهامبرجر طبعا على الوشين ونطلعوا وبعد كده هنحط طرنشات البصل في مطرح القلي البرجر والبصل والفلفل الاحمر والاخضر وبعد كده هنحط بقية التوابل المتباقية على البصل اللي احنا مشوحينه مع الفلط الاخضر والاخمر وهنعمل بقى نحط برضو شوية التوابل على اللبن الزبادي اللي احنا عاملينه بالتوم الزبادي والتوم المحروم والملح وبعد كده هندخن الصندوش بتاعنا هنحط النص السحلي دي هنحط الزبادي ونحط قطعة البرجر عليه وخيار قطعة الخيار والبصر وأوراق الكزبرة الحضرة ونغلق بعد كده الصندوش بتاعنا بورق زبدة ويسلام بقى مع شوية بطاطس محمرين مقليين هيبقى اجمل حاجة اه اجمل صندوشي بصراحة وهقولكو بقى النقط اللي احنا تعودنا عليها اخر الفيديو مصطول شاف هندية عليكبنها نقطة حمرة قال لها يا مدام يا مدام انتبهي عم تسجلي فيديو لو النقطة عجبتكو والفيديو تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة مع تحياتي روكا